السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على القناة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم اربعة الشكلة الحلوى حتى هما سهلين بثاف واقتصاديين وبعجينة وحدك تخرجوا ربعة الشكلة وبكمية كثيرة اتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو اليوم واحترى مزر مصابة الحلوى تنوت تفرح بهم العائلة ديالها اتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو اليوم ويجبكم هذه الحلوية التي سنقطرها عليكم في الفيديو انظروا المقادير اللي سنحتاجه بالنسبة للمقادير سنحتاج جوش كيسن الزيت و جوش كيسن السكر غلاسي للعبار بالكست العنبان سنحتاج ثلاثة المعلكة كوبار كريم باتيسيا تستغنوا على المقادير سنحتاج 4 بيضة نحتاج دبوحة البيضة مارغارين 250 جرام 1 خمارة 1 سكر الفاني 1 دقيق على حزب الخليط و احتكى تجمعنا العجينة نضيف المارغارين في القصر مهمة لما يجب أن تكون بحرات غرفة المطبخ لتجمعنا سهلة نخدمها أولا لدينا حلقة في تلاجة قصحة في الحكاكة سيكون سهلة نضيف السكر و نضيف السكر و نضيف المكوينات بجوج و نضيف المكوينات و نضيف الزيت و نضيف المكوينات و نضيف السكر و نضيف كسدين و نضيف المكوينات و نضيف المكوينات كاملها بشكل جيد قبيصة الملح المكونات كامل بشكل دمج سوف نضيف الكريم باتيسير و نضيف خمارة سوف نبدأ نضيف الدقيق حتى تجمالية الإجينة كاملة بعد ذلك تجمالية الإجينة يكون كاملة في البقر نضيف بقيم الكاملة سوف نقسم الإجينة على 4 تقسم 1 على 5 نضيفه بالبلاستك الغدائي سوف نقوم بكل كورة و جميل في بحتو لفضل سوف تكون كويرات بالحجم الذي أريدته أكبر أو صغير أو متوسطين هنا يوجد بيض بيضاء وزنجلال وكوكاو سوف نأخذ الكويرات وندوزهم سوف ندوزهم في البيض ونفندهم في الزنجلال ومن بعد ندوز الكوكاو في الواسط سوف يجوزون لحصول زنجلال سوف نتماكل هذه الطريقة ونستطيع كمية الحصول لحصول زنجلل نruckة طريقة افتاح يتواجد الثلاثة يتواجد الآن سوف نضيف كراميل لأن الكراميل اختيارية أو تعودها بالفلون سوف ندخلها في العجينة ونضيف لها تقريبا معلقة عمراء فرميسيل تقريبا معلقة عمراء ونضيف المملك المملكة سوف نغلق السدر ونضيف كويرة نضيف ملل ونضيف الجره بمصابة سوف نكمل كيمية العجينة حلويات سهلة بكيمية كثيرة و لا طابع و اقتصادي سوف نقوم بتعود نكهة الكراميل و بالنسبة لالثالث العجينة نضيف بيسكوية و الهيرنس و نضيف بيسكوية و لا تدخل العجينة نضيف مزعم العجينة و لذا قسمت المزيدة لن انحصلت بالعمل سوف نقوم بتحلقة العجينة و نضيف الاكبار نضيف حلوة العجينة سوف نكمل هذه الطريقة حتى نكمل كيميا العجينة نضيف المعلقة كبيرة كاكاو نضيف المعلقة كبيرة اضيفة كاكاو اضيفة الاختيارية اضيفة كاكاو اضيفت حلوة عجينة الزيت كاكاو سأضيفة البيض نشكل كبيرات بشكل كبيرات نشكل كبيرات بشكل كبيرات نشكل كبيرات حتى نكمل كمية العجين ندخل الفران ونعمل مكملة الطياب فقط تشكلوا القط Berkeley لا يمتلك جدا من قدرنا المشكلة من قدرناه هو المقاط ولكن لا يوجد زيال من قدرناها لأن الحلوات الخلوات الخلوات ستكون مقاطة دائعة لأنها ستكون مصر ستكون جهد نضيف تناغيش شكولات غالا نضيف شكولات أسود نضيف كمية الحلوة نضيف شكولات حتى نضيف الحلوة نضيف كوكب ومهرمش نضيف المش مش تقطع نضيف كوكب نضيف مقلع وعافية مهيلة ويستطيع التحمر نضيف كوكب نضيف مرمش نضيفها في الخليط كوكو اختياري 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 نكمل بطريقة لجميع ميزة وضيف أختياري مجرد اضفت بالكاكو اضفت بالكاكا اضفت page و اضفت الجغرقاء اضفت بالكاكو اضفت بكاكو اضفت بعض الكاكو سوف نضغطها كالحلوة في تاك الشكلات بحلعك دا ونضعها على الوراق دي للطبخ سوف نكمل بهالطريقة هذي حتى سنكمل الحلوة اللي عندي سوف نكمل بطريقة حتى من بعد ما كملته هذا هو الشكل النهائي للحلويات هذا هو الشكل في المنظف و المعداق هذا هو الشكل هذا هو الشكل و هشاشة و ولدات سوف نقطع لكم كل وحدة سوف نقطع لكم كل وحدة سوف نقطع لكم من المفرد سوف نقطع لكم و اجبكم الحلويات سوف نقطع لكم و حتى الفيديو اللي شاركت معاكم و تضربوه من شاء الله لي باقي ما يزال و تسلح لبا دي العيد يعني طوض تديره مره و مساعدين و تختار كل الفيديو اللي أحدت لكم و هذا الفيديو الثاني يعني اللي جاتكم سهلة تقدروا تديروه حتى الشكل اللي جاتكم سهلة تقدروا تديروه يعني تقدروا تديروه لكي نحتوى ابنان كيفما تنبيواه يوجدون حشاش وابنان نتمنى تجربوهم و يعجبوكم وعديد انهم يصنعين وحدة يعني تتديروه وحدة تخرجو منها 4 شكيلات كيفما تنبيوا اللف الشكل لهم وحدة في الماداق يعني كل ماداق و الماداق ديالهم مختلف على الأخرى وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد اللي يدخلوا عليكم بصحة والسلامة وباشمس منيشوا يا ربي شكرا شكرا شكرا